فالسؤال مرة أخرى كيف أخلص؟ وكان جواب بولوس بكل وضوح آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد حلك فالجواب أنه جاء المسيح ليخلص لأنه أتم بل أكمل العمل كل ما عليك هو أن تؤمن فقط مكتوب لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين بالمسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فمنلاحظ أحبائي أنه الخلاص هو هبة عطية مجانية بنعمة الله فالخلاص بالدم مثل ما ذكرنا والخلاص هو بالنعمة النعمة العطية المجانية التي لا نستحقها ولا نستطيع أن نعمل لأجلها وكم من الأعمال التي أو نستطيع أن نرضي الله ومتى نصل إلى الحالة أن نقول بأعمال استطعت أن أرضي الله لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس استحالي إنك توصل بالأعمال وكيف ترضي الله بالأعمال يقول أجرة الخطيئة هي موت وأما هبت الله فهي حياة أبدية فهل الأعمال ترضي الله طبيعي أن الأعمال ينبغي أن تكون نتيجة وبرهان الخلاص لا تستطيع أن تقول أنا مخلص وأعمالك وشهادتك عكس إيمانك فشهادتك وإيمانك واختبارك وأعمالك تبرهن وتترجم إيمانك بيسوع المسيح كثير ناس بتدعي الإيمان ولكن هذا الإيمان بعيد كل البعد عن معرفة الله قال يسوع المسيح أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا قال يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه وكما عبر الرسول بولوس عن هذا الخلاص قال صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح قد جاء إلى العالم ليخلص الخطى الذين أولهم أنا وكما قال الملاك للمطوبة مريم تدعو اسمه يسوع أو يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وكما قال بطرس الرسول وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فإذن أحبائي ينبغي أن تأتي بالإيمان الكامل في شخص ربنا يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر